اذا الركن الثالث هو تحمل مسؤولية الركن الرابع العلاقة العاطفية هناك اشكالية كبرى اليوم تعاني منها الكثير من الاسر ما يسمى بالحب بين الزوجين وان كأن الحب والعاطفة تكون بين الملك وبين العرس او في السنة الاولى علميا هذا لا يسمى حب في علم النفس وانما هذا يسمى الوقوع في الحب الحب الحقيقي بين الزوجين هو الذي يبدأ بعد السنة الثانية وهذا ما سأتكلم عنه ان شاء الله اما في هذا الدرس او في الدرس القادم العلاقة العاطفية نقصد بها ان الحياة الزوجية لا بد فيها من التعبير عن الحب بعض الازواق يقولون ان الزوجتي تعرف انني يحبها ما في داعي انني يعبر عن هذا الحب وهنا قصة حقيقية تحكي عن زوجين هذا الزوج بعد العرس اخذ زوجته الى شهر العسل في احدى الدول وسكنه في فندق معين وقضوا اجمل لحظات شهر العسل كما يسمونهم بعد سنة كاملة او قبل ان نتكلم عن بعد قبل سنة خلال ذلك الشهر مر مرات راجعين بعد قولة طويلة هو زوجته الزوجة تعثرت وهي تدخل الى الشقة التي سكن فيها ذلك الفندق فلما تعثرت يقفز فارس الاحلام الزوج وينقذها ويعطيها الكلام العاطفي ويشلها ويحطها في المكان الفلاني بعد سنة الزوجة قالت له مو رايك نروح نفس الدولة ونعيد ذكريات شهر العسل ونروح نفس الفندق اللي رحناه قالها طيب سافروا نفس الدولة نفس القدوة اللي عملوه الزوجة عقبتها الحركات العاطفية التي صارت في قبل سنة فجار العسل فمثلت انها تتعثر تعثرت وطاحت ايش رد عليها الزوجة هذه القصة حقيقية قال العمى بعينك لو اعمى بيشوف ان هذا المكان فيه يتعثر ويطيح لماذا تغير كل شيء لان العلاقة الاولى ما كانت حبا حقيقيا العلاقة الاولى ما يسمى مشاعر الوقوع في الحب